الحمد لله العزيز العليم الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الله الكريم وبعد أخرجت ترمذي حديثا بلظه من قرأ الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك سبعون ألف ملك انتهى قلت وهو ضعيف لضعف عمر ابن عبد الله ابن أبي خثعم كما قال الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان والزيرعي في تخريج الكشاف والمناوي في تخريج المصابيح وقال الألباني إنه موضوع في ضعيف الترمذي وهو كذلك في موضوعات ابن الجوزي قلت وقد وجدته موقوفا في سنن الدارمي حدثنا محمد بن المبارك حدثنا صدقة ابن خالد عن يحيى بن الحارث عن أبي رافع رضي الله عنه قال من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين انتهى قلت ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا إذ أن يحيى ابن الحارث ولد عام خمسة وسبعين وأبو رافع القبطي رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي كما قال ابن حجر في التقريب في خلافة علي رضي الله عنه على الصحيح وقال السيوطي في اللمعة في خصائص الجمعة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتا في الجنة قال الهيثمي في وجمع الزوائد فيه فضال بن جبير وهو ضعيف جدا وكذا قال الألباني في ضعيف الجامع والضعيفة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له ومن قرأ الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفورا له قال ابن عراق الكناني تعقب بأن له طرقا كثيرة عن أبي هريرة بعضها على شرط الصحيح كما جاء في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة وكذا قال السيوطي في النكة على الموضوعات قال الشوكاني أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال إنك لا ترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى ثم قرأ إن أنزلناه في ليلة مباركة الآية يعني ليلة القدر قال ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل من موت أو حياة أو رزق كل أمر الدنيا يفرق تلك الليلة إلى مثلها انتهى قلت وإسناد البيهقي رجاله ثقات قال مسروق دخلت على عبد الله رضي الله عنه فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع قالوا ربنا اكشف عنا العذاب إننا ممنون فقيل له إن كشفنا عنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر فذلك قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله جل ذكره إنا منتقمون متفق عليه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن قريشا لما أبطأوا على النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام قال واللهم أكفنهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام حتى جعل الرجل ينظروا إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة رواه البخاري وعن عبد الله رضي الله عنه قال وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم رواه البخاري أيضا وحصاء هي السنة الجرداء لا خير فيها كما في القاموس المحيط انتهى قلت والبطشة مقتلهم يوم بدر واللزام عذابهم وهلاكهم وآية الروم هي نصر الروم على الفرس قال ابن الكثير قد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا وأن الدخان مضى جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخي والضحاك وعطية العوفي وهو اختيار مجرير ثم قال قال آخرون لم ينضي الدخان بعد بل هو من أمارات الساعة كما تقدم من حديث أبي سريحة حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبل عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويعجوج ومجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم رواه مسلم وأخرج عبد الرزاق في تفسيري عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أو سمعت ويقول دخلت على ابن عباس يوما فقال لي لم أنا من بارحة حتى أصبحت فقلت لما قال قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت الدخان قد طرق فوالله ما نمت حتى أصبحت وأخرجه ابن كثير بنحوه وقال وهذا إسنات صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن انتهى قلت وقد اختلف في هذه الرواية عن ابن عباس قد اختلف في هذه الرواية على ابن عباس رضي الله عنهما إذ أخرجه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين ووفقه الذهبي بلغض قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدجال قطر وقال الطبري وأولى القولين بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مسعود من أن الدخان الذي أمر الله نبيه صلى الله وسلم أن يرتقبه وما أصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم انتهى قلت ومما يدل من سياق الآيات على صحة كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قول الله تبارك وتعالى رب نكشف عننا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجلوم فإن آية الدخان إن كانت ستأتي على الناس آخر الزمان فإنهم لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانهم حتى يقول لهم الله تعالى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجلوم وقد كان ذلك الدخان مع المجاعة والقحط عذابا أليما لكفار قريش كما عذب الله قوم فرعون بالسنين والقحط والجدب لما كفروا ولذلك ذكر الله تعالى قوم فرعون في هذه الصورة بعد ذكر الدخان في أولها والله تعالى أعلم قال السيطي أخرج ابن جرير عن مجاهد أن أدوا إلي عباد الله أرسله معي بني إسرائيل وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس في قوله أن أدوا إلي عباد الله قال يقول اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحق لا تعلوا على الله قال ابن كثير أي لا تستكبيروا عن اتباع آياته ثم قال إني أتيكم بسلطان مبين أي بحجة ظاهرة واضحة وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات البينات والأدلة القاتحة حذت قال التبريو إني اعتصنت بربي وربكم ما استجرت به منكم أن ترجمون قال ابن كثير قال ابن عباس والرجم باللسان وهو الشتم وقال قتادة الرجم بالحجارة أي أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل فأسري قال التبريو قال منه أسرى وسرى وذلك إذا سار بليل قال الشوكاني رهوا أي ساكنا يقال رهى يره رهوا إذا سكن لا يتحرك ثم قال وترك البحر رهوا والمعنى تركه منفرجا كما كان بعد دخولكم فيه وكذا قال أبو عبيد وبي قال مجاهد المغير قال ابن عرفة وهما يرجعان إلى معنى واحد وإن اختلف لفظاهما لأن البحر إذا سكن جريه انفرج مقام كريم قال ابن كثير وي المساكن الأنيقة والأماكن الحسنة الفاكهين قال القرطبي وقيل إن الفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة قال الطبري قلت على ذكره فما بكت على هؤلاء الذين غرقهم الله في البحر وهم فرعون وقومه السماء والأرض وقيل إن بكاء السماء حمرة أطرافها انتهى عن أم حكيم قالت قتل الحسين وأنا يومئذ جويرية فمكثت السماء وأياما مثل العلقة قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله إلى أم حكيم رجال الصحيح وقلت جويرية تصغير جارية أي صغيرة ومكثت السماء مثل العلقة أي أنها كانت حمرة قال الشوكاني وما كانوا منظرين أي ممهلين إلى وقت آخر بل عجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم وشدة عنادهم عاليا قال من كثير أي مستكبرا جبارا عنيدا وقال الطبري من المسرفين يعني من المتجاوزين ما ليس لهم تجاوزة اخترناهم على علم قال نقيم في الشفاء العليل يرجع العلم فيه إلى الله قولا واحدا قال الشوكاني وآتيناهم من الآيات أي معجزات موسى ما فيه بلاء مبين أي اختبار ظاهر وامتحان واضح ثم قال بمنشرين أي بمبعوثين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم وهو صحيح في صحيح الجامع وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان تبع رجلا صالحا ألا ترى أن الله عز وجل ذم قومه ولم يذبه صححه الألباني في السلسلة الصحيحة على شرط الشيخ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ملوك اليمن كان كل واحد منهم يسمى تبعا لأنه يتبع صاحبه وكذلك الظل لأنه يتبع الشمس يوم الفصل قال ابن كثير وهو يوم القيامة يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين قال القرطبي والمولى الولي وهو ابن العم والناصر إلا يدفع ابن عم عن ابن عمه ولا قريب عن قريبه ولا صديق عن صديقه شجرة الزقوم قال الطبري التي أخبر أنها تنبت في أصل الجحيم انتهى قال تعالى في صورة الصفات إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قال الشوكاني كالمهلي قيل كل ما يذوب في النار ثم قال يغلي في البطون كغلي الحميم أي تغلي غليا مثل غلي الحميم والماء الشديد الحرارة قال القرطبي فاعتلوه وإجروه وسوقوه قال الطبري ثم صب على رأس هذا الأتيم من عذاب الحميم يعني من الماء المسخن الذي وصفنا صفته وهو الماء الذي قال الله في صورة الحج يصهر به ما في بطونهم والجهود ذوق إنك أنت العزيز الكريم قال ابن كثير يقول له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه أي لست بعزيز ولا كل تمترون قال الشوكاني أي تشكون فيه ثم قال المتقين الذين اتقوا الكفر والمعاصي قرأ الجمهور مقام بفتح الميم وقرأ نافع ابن عامر بضمها فعلى القراءة الأولى هو موضع القيام وعلى القراءة الثانية هو موضع الإقامة قاله الكسائي وغيره قال الجوهري قد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة وقد يكون بمعنى موضع القيام ثم وصف المقام بأنه أمين يأمن صاحبه من جميع البخار قال الشوكاني والسندس ما رقى من الديباج والاستبرق مع غلظ منه انتهى قلت والديباج والهرير وقرأ ابو جعفر مقام بضم الميم كنافع وابن عامر وسائر العاشرة بالفتح كما جاء في موك عنون للقرآن وعلومة قال الشوكاني الحور جم حوراء وهي البيضاء والعين جم عينا وهي الواسعة العينين ثم قال يدعون فيها بكل فاكهة يأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه قال ابن القيم في مدارج السالكين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت ويجعلون فيها الأول العام بنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراد لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد والتنصيص على حفظ العموم وهذا جار في كل منقطع فتأمله فإنه من أسرار العربية قال ابن الجوزي في زاد المسير فإنما يسرناه إسهناه والكناية عن القرآن بلسانك أي بلغة العرب لعلهم يتذكرون أي لكي يتعظوا فيؤمنوا فارتقب إنهم مرتقبون وقال القرطبي أي انتظر ما بعدتك من النصر عليهم فإنهم منتظرون لك الموت حكاه النقاش وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته